تحياتي هنتكلم النهاردة عن موضوع من وحي رواية الاديب الانجليزي اللي هي رواية عالم جديد شجاع بالانجليزية new brave world الرواية بيتحدث عن الجانب المظلم للمتعة في مقولة لجوتا انه لا يوجد احد اكسر عبودية بالدرجة ما يقوس منها من اولئك الذين يؤمنون خطأا بانهم احرار يعني اسوأ شيء ان انت تبقى عبد ومش عارف ان انت عبد هذه المقولة لجوتا من 200 عام لها دلالة اكسر اهمية في عصران الحديث اكسر مما كانت في زمانه كثير من البشر بيعتقدوا اننا نحيا في مجتمع حر ولكن هل هذا صحيح ام اننا نعيش في مجتمع مماثل لذلك الذي وصفه ألدوس هكسلي في رواية عالم جديد شجاع او بالانجليزية زي ما قلنا brave new world ففي هذه الرواية بيصف ألدوس هكسلي مجتمع بائس اصبحت فيه التكنولوجيا والمخدرات والاباحية والانحرافات المختلفة سبب في انتاج مواطنين لاهين لا يدركون الاغلال التي تقيدهم عندما صدرت رواية عالم جديد شجاع لاول مرة عام 1931 لم يكن يرى هكسلي ان العالم البائس الذي وصفه في الرواية على وشك ان يصبح واقعا ولكن بعد سلسين عاما من اصدار الرواية وبعد نهاية الحرب العالمية التانية وانتشار انظمة الشمولية والتقدم الهائل في العلوم والتكنولوجيا بدأ ألدوس هكسلي في تغيير رأيه وفي خطاب القاه عام 1961 اطلق التحذير التالي قال ان في الجيل القادم تقريبا سيكون هناك طريقة من خلال استعمال العقاقير ستجعل الناس تحب عبوديتها وسيكون هناك ديكتاتوريات بدون استخدام أتوات تعذيب أو معسكرات اعتقال لان الناس سيفقدوا حريتهم وسوف يستمتعوا بهذا لانهم سيكونوا في حالة من الملهاة عن الثورة على هذه الانظمة المستبدة من خلال الدعاية وغسيل الدماغ الذي سيساعد عليه عقاقير طبية ستجعل الناس في حالة من الرضا والسعادة وهذا يبدو انها ستكون الثورة الاخيرة يعني ألدوس هكسلي بتنبأ ان في المستقبل بل الديكتاتوريات مش هتحتاج للتعذيب بل سيكون الناس في حالة من الملهاة وفي حالة من المتعة بحيث ان هم هيبقوا راضيين بعبوديتهم في المستقبل بحسب هكسلي سيكتشف الحكام ان السيطرة على الشعوب لا تتحقق باستخدام الصريح للقوة بل عن طريق اغراق الجماهير في وفرة النهائية من المتعة مع استخدام عقاقير كيميائية تجعل البشر في حالة من الرضا والسعادة وبالتالي يستطيع الحاكم السيطرة عليهم دون استخدام العنف كما حدث في رواية جورج أورويل 1984 حيث كان اجباع شهوة السيطرة لدى الحاكم عن طريق التعذيب والعنف قد يسأل احد كيف يمكن استخدام المتعة لحرمان الناس من حرياتهم في تجربة اجرها عالم النفس سكينر على مجموعة من الفقران بتوضح هذه التجارب كيف يمكن ترويض القوة الحاكمة للناس ليحبوا ومضياتهم في هذه التجارب حاول سكينر زرع سلوكيات جديدة عن طريق التعذيز الايجابي فقام بتقديم الطعام للفقر كلما أدى السلوك الذي يريده يعني كان الطعام مكافأة للفقر على السلوك اللي بيقوم بالتجربة وفي تجارب أخرى حاول أن يتخلص من سلوكيات معينة عبر العقاب عن طريق إطلاق صدمة مؤلمة عندما يقوم الفقر بأداء سلوك يريد سكينر أن يتخلص منه سكينر اكتشف في التجربة دي أن العقوبة وضعت حدا للسلوكيات غير المرجوف فيها من الفقر بشكل مؤقت بيقول سكينر أن السلوك الذي يتم معاقبته من المحتمل أن يعاود الظهور بعد فترة من توقف العقاب يعني لو العقاب توقف السلوك بيرجع تاني اللي هو سكينر مش عايزه اللي هو كان بيعاقبه بينما السلوكيات التي تم تعزيزها بطعام الفقر كانت أكثر استمرارية وأدت إلى تغيرات طويلة الأمد في أنماط سلوك الفقر هنا التجربة بتوضح أن الإنسان عن طريق المتعة ممكن يكون تأثير المتعة أكبر من تأثير العقاب فهيكسلي كان على دراية بهذه التجارب وفهم التداعيات السياسية والاجتماعية لهذه التجارب في رويته عالم جديد شجاع بيتوقع هيكسلي ظهور طبقة حاكمة ستجري تجارب مشابهة على البشر لجعل الناس في حالة من الخضوع والخنوع ففي رويته عالم جديد شجاع المكافأة الرئيسية المستخدمة في جعل الناس تكيف مع بديتهم هو عقار بيسمى بالسومة فالمسيطرين على هذا العالم التعس الذي في الرواية بيشجع الناس على تناول هذا العقار الذي يجعلهم في حالة من الرضا والسعادة طوال الوقت وبيفصلهم عن الواقع كما انهم المتحكمين في عالم رائع شجاع روجوا للانحلال الجنسي كشيء جيد يعني فكرة الجواز والأسرة ما عادتش موجودة ففي هذا العالم هناك انحلال جنسي وبيعتبر هذا الانحلال شيء جيد وبالتالي يصبح سكان هذا العالم في حالة دائمة من الاستمتاع وبالتالي لا يمكن لهم ان يفكروا بشكل مستقل او ان يقوموا بصورة فهم في حالة من العبودية وهم لا يدرون ففي الرواية تم إلغاء نظام الزواج والأسرة واصبح الجنس مشاع ما بين سكان هذا العالم الجديد فالانحلال الجنسي المنتشر في هذا العالم كما وصفه هكسلي يجعل الناس في حالة من الغفلة فلا يفكرون في احوالهم وواقعهم لا يمكن انكار ان العالم الذي نعيش فيه اليوم يقترب من العالم التعس الذي وصفه هكسلي في رواياته عالم جديد شجاع حيث اصبح الناس مستغرقين في اشياء تافهة وانتشرت المخدرات في الغرب واصبح اشباع الغريزة الجنسية سهل من خلال المواقع الاباحية على الانترنت وهناك واحد من كل ستة افراد في امريكا يتعاطون نوعا من العقير كادوية نفسية والموبايلات والتقنيات الاخرى جعت الجميع في حالة من التسلية الممتعة المستمرة ولكن في النهاية اصبح الانسان فارغا فهو مستهلك في المتعة والتسلية معظم الوقت فهو في حالة من العبودية الممتعة وهو لا يدري فاصبح الناس في العصر الحديث لا يريدون تحمل مسئوليات الحرية هم يريدون المتعة ولكن هذه المتعة تجعلهم عبيد لها فالناس مقابل المتعة والراحة ضحوا بحرياتهم مع تقدم التكنولوجيا واكتساب المعرفة العلمية حول كيفية التحكم في السلوك البشري يصبح هذا العالم الذي وصفه ألدوس هيكسلي في روايته تهديد حقيقي للبشرية ربما في المستقبل ينقسم البشر الى نوعين نوع يضحي بحريته وانسانيته من اجل المتعة ونوع اخر سيقاوم ويحاول الحفاظ على حريته وانسانيته وكما لاحظ فريدريك دوجلس الذي كان عبدا في السابق فكتب في منتصف القرن التاسع عشر وده كان قبل ما يكتب ألدوس هيكسلي روايته بفترة طويلة كتب قائلا عندما يصبح العبد عبدا سعيدا فهو تخلى عمليا عن كل ما يجعله انسان فيقول لكي نجعل العبد سعيدا من الضروري ان تجعله لا يفكر ولا يجد شيء خاطئ في كونه عبد وعند هذا يفقد انسانيته يعني الرسالة والتحذير اللي بيحذره ألدوس هيكسلي في روايته عالم جديد شجاع أو بريف نيو ورد الفكرة كلها ان الانسان هيكون عبد وفي نفس الوقت مش هيشعر ان هو عبد وهو ده اللي بيحذر منه ألدوس هيكسلي في روايته عالم جديد شجاع يعني دي كانت نبزة بسيطة عن هذه الرواية التي تحذر من الجانب المظلم للمتعة اتمنى ان تكون الحلقة نالت اعجابكم وشكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة